دفع الأساء في أذكار الصباح والمساء للعلامة إبراهيم بن حسن الملة المكي وفاتنا رحمه الله تعالى المتافزة 1048 من نهجة النبي صلى الله عليه وسلم قال في مطلعه وبعد فهذه أذكار شريفة وأدية جامعة لطيفة انتخبناها بما ورد عن نبي المصطفى والحبيل المرتضى صلى الله عليه ربنا وسلم كما يحب ويرضى مما كان يقول في الصباح والمساء ويدعو إليه أو يحث أصحابه عليه مطلقة أو في بعض الأحوال جمعتها لنفسك يتبرك بها وانتفع بذكرها أنا ومن شاء من أخوان والتقطتها من كتب جليلة عديدة في هذا الشام ككتاب الأذكار لسيد الشيخ الإمام محيد دين يحيى بن شاف النووي والترغيب والترغيب للحافظة عبدالرغيم المنذري والحصن حصين للإمام العلامة محمد بن الجزري والكلم الطيب للحافظ الإمام جلال الدين السيطي وكتب غيرهم نفعنا الله بهم وحشرنا معهم تحت لوائه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم آمين وسميته دفع الأسى بأذكار الصباح والمساء إذن فمن مصادره الكلم الطيب والقول المختار للعلامة السيط رحمه الله تعالى